وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدُ النَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ بعد ذلك في وزن فاعلة أو في مصطل فاعلة لفاعلة الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عاد له عاد له أو عاد له كما سيأتينا فعلال أو فعللة لفعل لا تقول هذا الكلام عن الرباع الذي يكون على وزن فاعلة مثل دحرجة دحرجة هذا هو القياس ودحراجة أيضا هذا معنى هذا الشطر ثم قال وَاجْعَلْ مَقِيسًا ثانياً لا أولاً الذي هو فعل له فاجعله هو المقيس فتقول زلزلة زلزلة ممكن زلزالاً جلجلة أيضاً قلقلة قلقلة فهذا هو الأصل فيه القياس وذلك قد يأتي أيضاً ما كان على وزن فعلال أما ما كان على وزن فعل له فهو القياس واجعل مقيساً ثانياً لا أولاً اجعل مقيساً فعللة لا فعلال هذا معنى قوله فعلال أو فعللة لفعل لا واجعل مقيساً ثانياً لا أولاً ثم قال لفعل الفعل والمفاعلة وغير ما مر السماع عاد له خلينا في الشطر الأول لفعل الفعل والمفاعلة تقول ضاربة ضراباً ومضاربة قاتل قتالاً ومقاتل حاور حواراً ومحاورة على أن هناك فرقاً دقيقاً يعني يمكن أن يدرس هذا في دلالة الألفاظ وفي الحقيقة يعني الدارس لهذا الوزن أو لهاتين الصيغتين اللتين هما الفعال والمفاعلة هناك بينهما فرق دقيق لا سيما ما جاء في القرآن الكريم وقد عنيت بهذا الأمر وكان فيه جدل كثير لكن الحاصل من حيث الجملة نعم فعل مصدره المفاعل هذا هو الأصل وأيضاً الفعال طيب ثم قال وغير ما مر السماع عادل انتهى الآن من الأوزان التي هي فوق الثلاث يعني انتهى من الكلام عنها هناك قال في قول أبيات قال وما أتى مخالفاً لما مضى فبابه النقل كسخط ورضى هنا أشار إلى ذلك هذا في الثلاث هنا في الرباع والخماس والسداس قال وغير ما مر مما ذكرناه من الأوزان ما عاد الثلاثي السماع وعادله يعني بابه السماع أو بابه النقل كما وعادله من المعادلة المساواه يعني سواه أو عادله أو عاد إليه يعني هذا هو معنى هذين البيتين وإلى اللقاءة إن شاء الله شكرا